تفتكري وسائل التواصل الاجتماعي حالياً؟ سهمت في هذا الاتجاه اللي هو مضاد للفن حالياً؟ الوسائل التواصل الاجتماعي ليها ميزات عظيمة كلنا من نتمنى التعبير إنما الحقيقة هي سلاحزوا حدين وأنا دايماً بقول إنه يعني فيها طنل كده ضلمة إحنا لازم نبقى على وعي بيها طالما بقينا على وعي بيها حنتجنب شرها إنما هي المشكلة إنه مدى ضرر الجزء المظلم في السوشال ميديا أو في تواصل الاجتماعي إحنا مش على وعي بيها أو خصوصاً الجيل الصغير والجيل الصغير بقى عايش في عالم افتراضي مشوق جداً ومبهر جداً ومهما حاولنا نضاهيه مش هنقدر نضاهيه فهنا بقى فيه حتمية إنه إحنا ما نمنعش إنه الممنوع مرغوب إنما في نفس الوقت نوعي إنه ده ممكن يؤدي إليه وده مش مهمة سهلة مهمة صعبة كنت في الجامعة الأمريكية قسم صحافة وإعلام صحافة وإعلام يعني مختلف تماماً طبعاً عن التوجه الغنائي الفني ليه اخترت لأنا بدأت الحقيقة دارس من 95 كنت بدارس لغة أنجليزية في الجامعة الأمريكية برضو وده بدأ بعد ما أنا آخر واحدة سبت الفرقة وطبعاً سبتها على مضض لإن أخواتي سابوها فبدأنا يبقى فيه بيتاء تانا وعزت بس الموجودين وكنا بدأنا مسرح فالمسرح طبعاً مبهر وعظيم وكل حاجة بس بقى واش معي أخواتي فبقى الإحساس غريب فهم راحوا فيهن فالإحساس كان غريب جداً فاستمرت حوالي بالزبط 7 شهر من غيرهم وبعدين قلت له مش قادرة يعني مش قادرة وجاب هو بدائل في المسرحية يعني المسرح ممثلين وكده بس عمرنا مرجعنا كيان تاني من غير ما كنا إحنا الأربعة وهو طبعاً كان حبيبي زكي جداً 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 واستشعر بدأ فأنا لما دخلت الإعلان دخلته لأني عادت 50 بدرس لغة إنجليزية والحقيقة اللغة ريجد قوي يعني هي هي والتلامزة بيتقبله زي ما يكون مدرسة فأنا كنت عايزة مادة علمية متغيرة فطبعاً دخلت مادة علمية بتتغير كل ثانية وتمتعت بيها جداً يعني أنا متمتعة جداً في فترة طويلة جداً بالإعلام وخصوصاً أنا دخلت في مجال تشريعاته أنا وقعت في غرام تشريعات الإعلام وأعتقد أن الدكتوراه بتاعتكنت من أسفانيا وعن التشريعات السينمائية في مصر أيها صناعة السين اشتركوا في القناة